تدرون هذا الجهاز من شركة اونر الجديد سعره 149 دولار وهذه فتشي صادم بالنسبة لشلون شركة اونر قدرت تنزل جهاز بهذه المواصفات وبهذه الهيئة اللي يشوفونها قدامي وقيمة 149 دولار فهذه يراد لها صفنة ويراد لها تفسير شركة اونر رح تنزل نزلة للسوق جدا قوية رح تغطي جميع الطبقات والفئات اللي موجودة اللي رح تبلشها 149 دولار وتنهيها بالماجيك اللي هو يتجاوز 900 دولار فهنانا المستخدمين مستخدمين اونر عندهم ثقة جدا كبيرة بهذه الشركة بهم قوسيا يعني رح ينفتح لها المجال والساحة وراح تنفس بشكل جدا كبير طبعا خلنا نترك المستقبل اللي رح نرجع له بعد ايام واليوم السؤال فحنا وياكم عن اونر اكي سيفن هذا الجهاز اللي اونر ركزت على النقاط جدا مهمة به من بينهم انه حجم الشاشة الكبير من بينهم البطارية الخمسة طاراف ميلي ام بير وشحن التايب سي السريع وبين انه التصميم اللي يهيئك على انه واحد من التصاميم الهواتف المتوسطة اليوم موجودة على السوق والمعالج اللي هو موجود على كل الفئات سناب دراجون فكل هذه المميزات موجودة داخل هذا الجهاز وبالقيمة اللي قلت لكم بيا خلنا نتحرف عليها وبشي في المكذف بداية خلي ركز احنا وياكم على التصميم بصراحة انا حبيت هذا التصميم لانه التصميم بدأت بشركة اونر و بعض الشركات من سعر 900 دولار و 800 دولار و اونر جابت انه بسعر 149 دولار فا اشوفه جدا حلو يتمثل ببيت بيضوي للكامرات اللي موجودة بالخلف والباقي هنا من نوع اللامع طبعا يجب لي عدة الوان سيحنه يترك بصمات بس لتحاني من هذه الشغلة لانه اونر خلت لك داخل العلبة حافظ سيليكون و خلت لك شارج موجود 22 واط فاصلة خمسة موجود داخل العلبة لانه هذا الجهاز يدعم شحن السريع مع البطارية اللي موجودة 5000 ميلي ام بير يدعم شحن السريع اللي هو 22 واط فاصلة خمسة رقم جدا حلو موجود على هاتف اقتصادي نرجحنا وياكم للتصميم كاملية الاطار هنا من البلاستيك وهذا الشي متوقع جدا لحيث ينطيك وزن اخف للجهاز من الاسفل لدينا منفذ الشحن ومايك ومنفذ السماعات ومنفذ الجرس الاصلة والسماع الاساسية طبعا هذا الجهاز يجيب سماع وعدم يجيب دول سبيكر مونو سبيكر وسماع وهذا الشي متوقع جدا من الجهة اليمنى للجهاز لدينا البصمة موجودة وزرف وخفض الصوت اما بالنسبة لواجهة الهاتف فيكلها عبارة عن شارج وتحتوي على الكاميرا بمنتصف بنقطة ووتر دروب طبعا بالنسبة للشاشة بما انه احنا تحدثنا على الشاشة فشاشة الهاتف حجم 6.7 اربع انش من نوع LCD IPS اكيد والحلو بالموضوع انه الرفوش ريت اللي موجودة هنا هو 90 هيرز طبعا الريزيليوش هنا 1600 في 720 ممكن يكون الريزيليوش تحت الطموح شوي بس صدقوني من ناحية التجربة وما شفت بيه فهذا مشكلة جدا كبيرة من ناحية الالوان من ناحية السطوع الموجود من ناحية كثافة البكسلات اذا بعدت الشاشة شوي عن العين بما انه حجمها جدا كبير فما راح تلاحظ اي مشكلة بالنسبة لك وتوقع انه راح تكون في شاشة ملبية لاحتياجاتك الشخصية ومثل ما ذكرت هنا الرفوش ريت هو 90 هيرز فراح ينطيك سلاسة جدا كبيرة باستخدام الهاتف من ناحية النظام من ناحية الابلكيشن اللي موجود وتوقع فت سلاسة جدا عالية زائت انه المعالج اللي موجود هنا يساعدك وبشكل جدا كبير المعالج هنا 680 هذا المعالج اللي بدت الشركات تستخدمه بهواتف تحت قيمة 250 دولار الى 149 دولار شركة اونر جبت لك هذا المعالج وخلت لك على هذا الجهاز طبعا 6 نانومتر راح ينطينا صرف للطاقة بشكل جدا قليل ومن الشغلات اللي يساعد هذا الهاتف حتى يكون هو اكثر متزم بالاداء الدواكر اللي موجودة ذاكرة الداخلية هي 128 جيجا بايت اما بالنسبة للذاكرة العشوائية فهي 4 جيجا بايت وعندك اثنين تيربو موجودة من السيتنك يعني تقدر تقول انه هذا الجهاز هو 6 جيجا بايت على 128 وهنا اتوقع انه راح يكون الجهاز اكثر مستقر من ناحية الاداء ذات انه ما راح تلاحظ بيلاق ولا راح تلاحظ بيضرب انا شخصيا صوت على تيست من ناحية لعبة بب جي شغالي تقريب الـ 25-30 فرين بس خلال هذه الفرايمات ما شفت بيه السقوط بالفرايمات ما شفت بيه درب ما شفت بيه نسبة حماوة جدا كبيرة وانا ألعب اللعبة وأجربها على الجهاز بالعكس كان الجهاز متزن واستقر جدا كبير استقراري بيه جدا عالية ومن شاء الله الحلوة اللي راح تضم لك موسوعة المواصلات اللي موجودة بي وتكون هو بيفد قوة مناسبة هو أكيد حجم البطالي الموجود هنا 5000 ميلي أمبير زائد الشحن السريع لـ 22.5 طبعا قبل أن أنسى أن هذا الجهاز يأتي ببصمة فيزيائية موجودة على الجنب أداء أهمث البصمات كثيرة موجودة على الهواتف تقدر تعتمدها بشكل أساسي الفيس ان لوك ما أنا سحك تعتمد عليه لأنه كاميرا هذا الهاتف الأمامية متواضحة شوي وما نحن ذكرنا الكاميرات فكاميرا الهاتف الأمامية منها 8 ميجا بيكسر فتحة عدسة 2.0 الكاميرا تدخل فيها 48x5x2x2 الكاميرا الـ 48 هي الكاميرا الأساسي الخمسة للزاوية العريضة وعندناها 2x2 هنا للدبث والماكرو رقاميا الكاميرات أتوقع أنه هذا الشيء اللي احنا نتوقعها اليوم عليه هاتف اقتصادي ما نتوقع أنه نحصل كاميرات جدا كبيرة شخصيا بعد تجربتي للكاميرات وبعد الصور اللي رح أستعرضها لكم كانت الكاميرات متواضعة جدا يعني تطيق تفاصيل حلوة مقبولة ما تقدر تعتمد عليها بشكل جدا كبير حتى تحصل هاي كواليتي الـ Dynami Crunch ببعض الأحيان ينور وبعض الأحيان ممكن يحتاج معندك شوي تضبيط حتى تطلع بنتيجة حلوة حالك تضبطتها داتك ما تعتمد على الـ Auto اللي موجودة هنا بهذه الكاميرات حتى بناها تطلع بلقطة حلوة وأنا هذه اللقطات اللي طلعتها وقدرت أستخدم الجهاز بهذا الضل أما بالنسبة الكاميرا الأمامية صح كاميرا حلوة بس أنا أشوف أنه يتحتاج من عندك أضاءة قوية حتى تطيق تفاصيل ممتازة ومن شاء الله تحلوة أنه أنا عندك وضعت البوكي اللي تعزلك الخلفي رغم أنه هذه الكاميرا متواضعة بس حاولت شركة أونر تضيف لك كمية الفيتشورز والإضافات اللي موجودة اليوم على هذه الكاميرات حتى منها ما تحسك أنه أنت قاعد تستخدم هاتف اقتصادي فأشوفها أنا صفقة جدا رائعة وناجحة من شركة أونر حتى تلبي احتياجات طبقة ضعيفة موجودة اليوم واقتصادي بقيمة 149 دولار طبعا هذا موضوع موجود وتقدرون تحجون الجهاز أتوقع من تاريخ تنزيل الفيديو هذا كل ما كان لدي ونلتقى بحلاقات قادمة في أمان الله